بخر الوطان راعي عزوم كشافة همّا وعمل يرقى لدوم كشافة بخر الوطان راعي عزوم كشافة همّا وعمل يرقى لدوم كشافة هو وآمانة كشافة يخدم أوطانة كشافة نجم بزمانة كشافة وربي صانة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا الكريم أبنائي الكشافين أبنائي وإخواني القادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أظن اليوم ثالث يوم من رمضان خلاص أصبح يعني رمضان أيام حلوة وجميلة والناس اللي كانوا يقولوا الصيام صعب الدنيا حر الدنيا خلاص يعني أتعودنا على رمضان صح ولا مو صحيح أبنائي الكشافين أنا برضو أبغى تكلم عن موضوع مهم جدا طبعا الصوم شي جميل وشي رائع وشي لكن كنت في الحرم في الحرم المكي الشريف وشفت لكم بعض المعتمرين اللي جايين يعملوا عمره جزاهم الله خير ويطلبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى بالذات وقت الإفطار للأسف البعض إفطر يأكل التمر ويرمي البزر في الأرض يا جماعة هذا بيت الله الحرام هذا بيت الله هذا أعظم مكان الله سبحانه وتعالى يقول يقول لسيدنا إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الله سبحانه وتعالى يعني كرم المكان هذا إنتوا حارفين الحرم يعني إيش؟ الحرم هذا بيت الله أنا بغسلك سؤال إذا رحت إنت بيت أمير مكة خير نقول أو رحت بيت محافظ منطقة تقدر تأخذ منديل تستعملوا ترميه في الأرض أنا شوفت ناس في الحرم بيعملوا الشيئ ده فين؟ في بيت الله سبحانه وتعالى في بيت الله الحرام يأكل التمر ويرميها يا سيدي أكون معاك منديل ما وجدت زبالة ما وجدت مكان تحط في الأشياء دي وأنا أأكد أنه براميل الزبالة وأدوات ما كله كله متوفر في الحرم لكن يا حبيب الشيطان أستغفر الله العظيم يخليني أنسى أو أتجاهل أو أرمي في الحرم لا لابد نحافظ على بيت الله سبحانه وتعالى ترى العمال اللي شغالين في الحرم بيقوموا بدور كبير دور عظيم أنا الحقيقة ما شفت مثل هدول العمال في نظافة الحرم تخيروا بعض صلاة المغرب من يوم ما ننتهي من الصلاة ابدأوا نظافة شاملة للحرم ما يأدن العشاء اللي يكون الحرم نظيف زي الفل تشوف قاطرات قاطرات خارجة من داخل الحرم محملة أكياس زبالة لبر الحرم أنا يعني أستغرب أستغرب من الشيداء لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل أكيد بيعمل الشيداء بيرمي في الأرض بيرمي يعني خلونا نجي للمسعة أنا المسعة العام الماضي عملت عمرة والله العظيم يا جماعة وإنت طالع آخر المسعة من ناحية الصفة طبعا البلاط مشرط ليه؟ علشان لا تزحلق ونت نازل ونت طالع يعني هي معمولة بطريقة أنه حفاظا على المعتمرين واحد الله يزيب الخير رمى بذرة حق التمر جرحتني ما خليت بالي وأنا ماشي فعملت لجرح أنا ما أقول غير يعني الله يسامحه إلى رمى هذه البذرة إذا رماها بالعنية هو متعني الله يسامحه وإذا رماها من غير قصد برضو الله سبحانه وتعالى يسامحه أنا عن نفسي مسامحه في الموضوع ده لكن نحن نتمنى أبغى كل كشاف كل شاب كل واحد يقول لزملاء يقول لأقرانه خلونا من هذا البرنامج نحمل رسالة حب زي لما انت رسل رسالة للزملاء كل سنة وانت طيب رمضان كريم أرجوك الليلة كل واحد فينا يرسل رسالة يا جماعة لما تعملوا عمره وتزوروا الحرم حافظوا على نظافة الحرم ساهموا في نظافة الحرم أنا الحقيقة وأعوذ بالله من قول أنا دائما أحب أذكر قصص قبل أيام من رمضان كنت في المطار فجالس في صالة الدرجة الأولى أخذت أكل وأكلت بعد ما خلصت شلت صحني وشلت الأدوات حقتي ورحت حطيتها فوجدت إنسانة كبيرة في السن امرأة طبعا جالسة على يميني قالتلي أنت بتعمل كده ليه أنت ليه بتهزئ نفسك في ناس مسؤولة اللي هم القرسونات اللي في الصال هم مسؤولين يجي قلتلي لا لا أنا كشاف أحرفي أنا كشاف الكشاف أتعلمنا إنه نحن نترك المكان أحسن من مكان أنا لما جيت أكلت على الطاولة دي طبعا هي ما هي طاولة هي كنبة وكنبة في وسطنا الطاولة الطاولة تخدمني أنا وتخدمها هي فأنا حبا فيها عشان لا أضايقها شلت الصحين وشلت الملعقة والشوكة ورحت وديتها في المكان المخصص لها في طاولة حطيت عليها فتقول لي أنت ليه تهزئ نفسك قلتلي لا نحن كشاف أعلمتنا كده لازم نساهي يعني القرسون صح هذا دوره عمله بس إيش يمنع لما أنا أساعده ولما أنا أساعده وأقوم بالشي ده أنا بالطريقة هادي يعني قدمت له خدمة أكيد حيفرح إنه أنا بساعده طبعا الصالة كبيرة وإذا أبغى أبالغ يمكن ما في اثنين أو ثلاثة أشخاص هم يحطوا أكل هم يحط يشيلوا هم ينظف وهم يرفعون لناس الرحمة واجبة فأنا ساعدتا فقلت لها نحن الكشافة علمتنا كده الكشافة تقول كده الكشافة مبادئها كده عملت لها محاضرة في الكشافة تخيلوا بعد هذا كله قامت جابت شاهي وبعد ما خلصت قالت لي أنا عجبتني ببادئ الكشافة أخذت فنجان الشاهي حقها ورحت من نفسها ودته طبعا أنا شكرتها وشجعتها على العمل ده فأنا أتمنى أنه كلنا لما ندخل الحرم ونحمل عمرة نساعد في نظافة الحرم نساعد الناس يعني من كشافة الموجودين في الحرم كلنا كشباب فأنا أتمنى اليوم رسالة من كل الجوالات لكل أقرانكم لكل أصدقائكم حافظ على نظافة الحرم لما تروح الحرم حافظ على نظافة المسجد اللي حتصلي فيه يعني إمكان أنت هتروح الحرم مرة في هذا الشهر الكريم بس المسجد اللي جنب بيتك تصلي فيه كل يوم حافظ على نظافته برضو المسجد هذا بيت الله سبحانه وتعالى فلابد إنه نحن نحافظ على بيوت الله ولابد إنه نحن نحافظ على المساجد ولابد ترى يا جماعة ومو بس إنك أنت تحافظ داخل المسجد حتى خارج المسجد ترى الأرض كلها الله سبحانه وتعالى رزقنا بها خدمة لنا وراحة لنا فلابد أن نحافظ عليها وعلى نظافتها وعلى الشهر ده شهر كريم لابد إنه أتمنى في كل ليلة يكون لنا رسالة لزملاءنا لأقراءنا مو بس إنه نرسل معايدات نرسل نقات لا نبغى رسائل تخدم الأمة الإسلامية تخدم الشباب الإسلامي الكشافة مع الكشافة الشباب مع الشباب الأصدقاء مع الأصدقاء يليت رسالة كل يوم نذكر بعض يا جماعة لا تنسى صلي التراويح لا تنسى تخدم لا تنسى تنظف لا تنسى تعمل أي خدمة في المجتمع وفي إنهار يوم رمضان حاول إنه كل يوم كده أتمنى أتمنى من أبناء الشباب يفكروا أبغى فكرة كده نطلع بها كل يوم مثلاً إماطة الأزعى عن الطريق كلنا كأصحاب وأصدقاء نقوم بإماطة الأزعى عن الطريق يوم عن نظافة المسجد كلنا نساهي نظافة المسجد نستطيع إنه نحن ندخل في المسجد ننظف المصاحف ننظف الدواليب حقاً المصاحف نعمل خدمة في المسجد صدقوني المساجد هذي كم عامل فيها عامل اتنين ما يكفوا خلوني نساعدهم ليه لأنه في رمضان ما شاء الله المسجد مفتوح طول اليوم أنا أشكركم جزيل الشكر والتقدير وأؤكد عليكم لا تنسوا من اليوم هذا كل يوم نرسل رسالة للمجتمع وللشباب يا جماعة خلونا نساهم والحمد لله الواتس أبتر ببلاشي يعني ما ندفع عليه رسوم رسالة ترسلها لكل المضافين معاك من أجل الشهر الكريم ومن أجل تقديم خدمة أشكركم جزيل الشكر والتقدير أتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخر الوطان راعي عزوم كشافة هم وعمل يرقى لدوم كشافة بخر الوطان راعي عزوم كشافة هم وعمل يرقى لدوم كشافة هو وآمانة كشافة يخدم أوطانة كشافة نجم بزمانة كشافة وربي صانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر